السابع عشر من أغسطس 2014 شنت طائرة نماراتية غارة جوية على مواقع لقوات عملية فجر ليبيا في طرابلس أولى الغارات كانت على شركة النهر بمنطقة ودربيع جنوب الشرقية العاصمة التي تتمركز فيه آنذاك قوة من مدينة غريان فيما استهدفت غارة أخرى معسكرا تابعا للعملية بمنطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة في الشهر ذاته وفي الثالث والعشرين منه تعود طائرات الإماراتية لتستهدف مقر رئاسة الأركان الواقع بطريق المطار كما استهدفت غارة أخرى مقر شركة الواحة للنفط بمنطقة حي الأكواخ هذه الغارات أسفرت عن سقوط أكثر من عشرين شهيدا وجرح أكثر من مئة آخرين لتكون باكرة التدخل العسكري العلني للإمارات في ليبيا اشتركوا في القناة